المنتخبنا التوفيق إن شاء الله في الفترة القادمة النهاردة عندنا حاجات كتير جداً هنتكلم فيها ولكن خلينا نبدأ الأول ببطولة الدوري المصري بكرة هيرجع تاني الدوري بعد ما توقف لمدة 7 ايام بسبب معسكر المنتخب ومبارات بوركينا بكرة إن شاء الله بداية الأسبوع العشرين من طولة الدوري المصري وسعيد جداً أنا بالنسبة لبطولة الدوري إن كل الفرق خلاص لعبة المتشاط المؤجلة وبقى فيه تكافؤ فرص الفرق كلها لعبة زي بعض 19 مبارا بكرة المباراة العشرين أو الأسبوع العشرين لبطولة الدوري وهيبدأ الأسبوع العشرين بلقاء حرص الحدود واتحاد الشرطة لقاء مصيري للفرقتين حرص الحدود في المركز الأخير في بطولة الدوري عنده خمس نقاط واتحاد الشرطة في المركز الاربعتاشر وعايز يكسب عشان يعدي المقاولين العرب ويبعد شوية عن منطقة الهبوط والفترة اللي فاتت طبعاً اتحاد الشرطة تولى الكابتن هاني رامزي المسئولية وقدر يعمل على نادي أمبي والتعادل بعد كده مع مصر المقصر يوم الثلاثة فيه ست لقاءات بكرة المباراة في ملعب الماكس باستاذ الماكس الساعة خمسة ورابع إن شاء الله يوم الثلاثة فيه ست لقاءات في بطولة الدوري أسوان مع طلاع الجيش الساعة ثلاثة اللي ربع فيه استاذ أسوان المقاولين العرب مع الاتحاد السكندري لقاء برضو مهم جداً المقاولين والاتحاد الساعة ثلاثة اللي ربع فيه ملعب المقاولين العرب الثلاث برضو ان شاء الله المصري وإمبي لقاء قوي جدا في استاد اسمعاليا المصري بيلعب مطشاته كلها في استاد اسمعاليا معادة طبعا مباراة الأهل اللي تلعبت في برج العرب مصري عايز يتقدم في جدول المسابقة وهو في المركز الرابع دلوقتي إمبي عايز يحسن موقفه سموحة مع مصر المقصة لقاء قوي جدا برضو في استاد اسكندرية سموحة ومصر المقصة والمراكز الأولى المقصة لمركز الثالث ونادي سموحة في المركز التاسع وطبعا تغيير الجهاز الفاني نادي سموحة كابتن حلمي طولان طولى المهمة بدلا من الكابتن ميمي عبد الرازق الداخلية والإسماعيلي لقاء أيضا قوي في استاد الشرطة في العباسية الساعة 8 كلام ده يوم الثلاثة إن شاء الله يوم الأربع مباراة وحيدة ما بين الأهلي وبيترو جيت في استاد برج العرب الساعة 8 ويوم الخميس أيضا مباراة وحيدة وآخر مباراة في الأسبوع العشرين مباراة الزمالك والإنتاج الحربي أو الانتاج الحربي والزمالك اللي هي مباراة الانتاج الحربي مع الزمالك الساعة 7 إن شاء الله لقاءات كلها قوية حسابات النقطة كله بيدور على نقاط الثلاثة عشان يحسن موقفه وفي فرق بتلعب على المنافسة زي الزمالك والأهلي ومصر المقصة والمصري وفي فرق أخرى بتلعب عشان مراكز متقدمة وفي فرق أخرى بتلعب عشان تبعد عن الهبوط سريعاً كده ناخد الجدول أفكركم تاني بجدول الدوري المصري الأهلي المركز الأول 41 نقطة الزمالك الثاني 38 المقصة 33 المصري الرابع 33 الدخلية وبيترجيت الخامس والسادس ب30 نقطة الانتاج الحربي 28 نقطة الإسماعيلي 28 نقطة سموحة 28 نقطة في المركز التاسع وفي المركز العاشر امبي أيضاً ب28 نقطة الحداشر ودي دجلة 25 نقطة أسوان 22 نقطة الاتحاد السكندري وست هزايم وراء بعض الاتحاد السكندري ولكن تجديد الثقة في بونتس المدير الفني البرتغالي من قبل مجلس الإدارة ولكن تغيير مدير الكورة جودة شلبي وفيه مرشح كابتن وليد صلاح الدين لتولي منصب مدير الكورة في الاتحاد السكندري طلع الجيش في المركز الـ 14 21 نقطة المقاولين المركز الـ 15-16 نقطة وبعدين نروح بقى للتلات مراكز الخطر في بطولة الدوري اتحاد الشرطة المركز الـ 16-14 نقطة غزل المحلة المركز الـ 17-7 نقطة وحرص الحدود في المركز الأخير المركز الـ 18 بـ 5 نقطة سريعا كده اقول لكم شوية حاجات النهاردة